الآن بالأخير بدي بس أشير لبعض الإنجازات الحمد لله اللي حققناها في الأردن وإحنا وين وصلنا بالنسبة للعالم الآن أغلب عمليات جراحة الركبة هاتتجرى بجراحة المنظار أو التداخل بنسميه البسيط الآن استخدمنا جراحة المنظار في علاج حالات معقدة في الركبة مثل تصلب المفصل بنسميه من خلال جرحين صغار كل جرح يعني أقل من سنطة حررنا المفصل وبجوز المعالجين بيعرفوا مش يعني تيبوس المفصل بكون مرض عامل عشرين وثلاثين جلسة ومش متحسن في أربعين دقيقة في العملية كنا قادرين أنه نثني المفصل بشكل كامل ونحافظ عليه بالتأهيل ما بعد العملية الآن أغلب عمليات جراحة الكتف الحمد لله بنجريها بالمنظار زائدا إجراء عمليات نوعا ما معقدة يعني هاي حالة لتحرير عصب في منطقة الكتف بالمنظار إذا بتلاحظوا هذا اللي أنا بحركه الآن هو العصب المغذي للعضلات المدورة للكتف وهي حقيقة يعني بتجرى فقط في مراكز متقدمة في العالم الحمد لله الآن تجرى في الأردن هذا المريض بعد أسبوعين فقط من العملية طبعا هو كان شكواه سنتين لم يشخص بس إذا بتلاحظوا هون هاي عملية تطلب إمكانيات يعني فيه جرح قريب جدا على الأعصاب هون جرح هون جرح هون جرح هون جرح فهي يعني حالات خاصة الآن عمليات تقويم العظم طورنا على التقنيات الحمد لله الآن نجريها بالتداخل البسيط بجرح أربعة سنطي وأغلب المرضى بيكونوا قادرين أن يتركوا العكازي خلال ست أسابيع وبقدر يثنوا المفصل بشكل كامل خلال أسبوعين هذا المريض بعد شهر فقط من عملية تقويم العظم ما في جبصين وما في أجهزة إسناد الحمد لله في عملنا تطوير على تقنية وصفة يعني في اليابان لمعالجة ليس فقط يعني تطبيق جراحة المنظر في المفاصل لأنه أيضا في العظام يعني هذا المريض عمره عشر سنوات عنده كيس كبير في عنق عظم الفخذ عملنا له العملية بالمنظر لمعالجة الكيس والحمد لله اللي توفقنا فيها بالأخير طبعا نشكر حضوركم شكرا جزيلا اشتركوا في القناة